تحول في الرابع عشر من تموز الذكرى الثلاثون لرحيل الشعر السوري الكبير وأحد أهم رموز الشعر العربي في العصر الحديث عمر أبو ريشان نستعيد ذكرى ونقف على مشروعه الشعري وأهميته ولكن بعد هذه الاستعادة السريعة لأهم محطات حياته موسيقى 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 معنا في الاستوديو الباحث في الأدب العربي حسين الجنيد أهلا بك أهلا بكم مساء النور أهلا وسهلا يصادف غدنا الذكرى الثلاثون لوفاة الشعر عمر أبو ريش من الذي يميز هذا الشعر والدبلوماسي عن غيره أولا أنا سعيد أن أكون بينكم وأسعد الله مساءكم وأسعد المشاهدين عمر أبو ريش الحقيقة أن هناك عوامل عديدة ساعدت على أن يكون عمر أبو ريش شاعرا مميزا من هذه العوامل الألبيئة التي نشأ فيها عمر أبو ريش فكان من مواليد ريف حلب في مدينة منبج ثم بعدها انتقل إلى مدينة حلب القديمة وهناك نشأ وترعرع بعدها ذهب إلى بيروت ودرس في الجامعة الأمريكية هناك ثم إلى إنجلترا أرسله والده ودرس هناك الكيمياء أو النسيج والغزل عمر أبو ريش كان في هذه المرحلة نستطيع أن نقول تعددت البيئات التي جعلت عمر أبو ريش يفقه كل هذا الامتداد الامتداد الجغرافي وتعدد الشخص في حياته انتقل من الريف إلى المدينة ثم بعدها ذهب إلى بيروت فإنجلترا ومن هناك كان يزور أوروبا ذهب إلى باريس وغيرها أيضا هناك عامل مهم جدا في شخصية عمر أبو ريش وهو تعدد المعارف التي اتلقاها عمر أبو ريش ففي بيت أبيه مثلا درس اللغة وآدابها تعرف إلى التراث الإسلامي أتقن الإنجليزية والفرنسية في الجامعة الأمريكية في بيروت كذلك كان عمر أبو ريش من الذين أوتوا موهبة تعلم اللغات سريعا تعلم الإسبانية لاحقا وتكلم أكثر من خمس لغات عالمية هذا التعدد المعرفي ساهم في بناء شخصية عمر أبو ريش إضافة إلى أن عمر أبو ريش بشخصيته الفردية أوتي هذه الموهبة وهذه الطاقة فيما يخص سؤالك حول تميز عمر أبو ريش ما الذي تميز به عمر أبو ريش فعمر أبو ريش أول شيء يمكن أن نقول أن عمر أبو ريش تميز بالدهشة يعني كان مدهشا إن على الصعيد الشخصي أدهشنا بما يخص عمر أبو ريش سأفعل إن شاء الله إن كان على الصعيد الشخصي كما رأينا بتعدد البيئات والمعارف والعلوم أو على الصعيد الشعري فهو رجل يمتلك فلسفة خاصة في بناء العمل الأدبي وبناء العمل الشعري منها مثلا أنه يمكن أن يذهب بك إلى عالم من عوالم الجمال بطريقة متفردة حين يتحدث عن كوكب الأرض وجماله يتصور أن ملاك الموت أخذه بعيدا ثم عرض له كل هذه الكواكب أنه هو شعر سوري يعني عمر أبو ريش هو شاعر سوري سوري يعني هو يرسم صورا يعني بشعره عمر أبو ريش هو سيد الصورة الشعرية صحيح يعني قال عنه شوق ضيف أنه مجدد الصورة الشعرية في العصر الحديث عمر أبو ريش يتنقل بك بفكرة موضوعه من عالم إلى آخر قلت إنه كان يأخذه ملك الموت بعيدا هكذا ليعيش حياة جديدة مرة أخرى على كوكب الأرض في قصيدته ملاك الموت طاف بي الأعالي وشق بنا غياهب كلتيه وأبرز للنجوم وكل نجم يتيه بما لديه على أخيه إلى أن يقول وقال انتقي المأوى فإني أريدك تنتقي ما تشتهيه فأنت شقيت في دنياك مما بليت بها من العيش الكريه وأفنيت عمرك بالتغني بفردوس الجمال وساكنيه فأين تريد أن تحيا بعيدا عن القلق المرير وعن بنيه ولاحى إلي نجم من بعيد تفلت من مواكب راصديه توشح بالغيوب فكان بدعا يتيما ند منفرد الشبيه فقلت هناك قال بكل رفق هو النجم الذي قد مت فيه الله يتحدث عن كوكب الأرض عمر أبو ريشا يأخذ الأشياء بفلسفة خاصة حتى حين يقف أمام المرآة تصور أنه حين يقف أمام المرآة لا يعترف بكل التجاعيد وأخاديد الحياة التي يراها في المرآة هو أشعر الكبرياء أصلا أعبد الضبط أنه لا يتغير أن الذي تغير هي المرآة وأتيت مرآتي وعطري في يدي فبصرت ما لا كنت فيها أبصر فخفت طرفي ذاهلا متوجعا ونفرت منها عاتبا أستنكر خانت عهود مودتي فتغيرت ما كنت أحسب أنها تتغير جميل دعنا نتحدث قليلا عن مراحل حياته وكيف انتقل من دولة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى وكيف أثر هذا الشيء على شعره عمر أبو ريشا نستطيع أن نقول أنه مر بأربع مراحل المرحلة الأولى هي بناء المعرف الأول الحياة الأولى التي كانت كما مر في الإنفوغراف عام 1910 أولد يقال أنه أولد أيضا عام 1908 في ريف حلب كما ذكرنا ثم انتقل بعدها إلى مدينة حلب وهنا تستطيع أن تقول أن عمر أبو ريشا استفاد من شعرية الريف ودبلوماسية المدينة ثم بعدها انتقل إلى بيروت ثم إنجلترا وعاد إلى حلب عام 1902 هذه المرحلة الأولى من حياة عمر أبو ريشا أصدر فيها بدايات شعره من مسرحيات وغيرها المرحلة الثانية كانت في حياة عمر أبو ريشا هي مرحلة الاستقرار في حلب بناء الوعي من عام 1932 إلى عام 1949 49 وتسعة واربعين تقريبا هذه المرحلة عمل فيها ضمن المجال الوطني ضد الفرنسيين وكان مديرا لمكتب المكتب الوطني في حلب تأسس وعيه فيها ولكن عمر أبو ريشا بدأ عمله السياسي وهو سؤالك عام 1949 سفيرا لسوريا في عدد من البلدان تصوري أن عمر أبو ريشا مثلا وتصور أستاذ أيهم أن عمر أبو ريشا كان سفيرا لسوريا في أكثر من عشر دول في البرازيل في الولايات المتحدة في الأرجنتين في تشيلي في الهند كان سفيرا مرتين هذه المرحلة الممتدة من عام 1949 إلى عام 1970 مثلت ذروة العمل الدبلوماسي والسياسي لعمر أبو ريشا وعمر أبو ريشا كان في هذه المرحلة سفيرا للثقافة العربية لم يكن سفيرا سياسيا أو دبلوماسيا فحسب بل كان سفيرا للثقافة العربية يتنقل بين اللغات كما يتنقل بين مفردات العربية يكتب الشعر بالإنجليزية ويكتب الشعر بالفرنسية ويجيد الشعر العربي إجادة مختلفة عن الكلاسيكية القديمة قدم عمر أبو ريشا في هذه المرحلة أكثر من ثلاث الدواوين المرحلة الرابعة والأخيرة من حياة عمر أبو ريشا تمثلت في اعتزاله وهو جزء من سؤاله اعتزل العمل السياسي والدبلوماسي وتفرغ لكتابة الشعر لكن عمر أبو ريشا فضل يقيم في بيروت ثم انتقل بعدها إلى الرياض وأنتج في هذه المرحلة كبرى دواوينه أو أكبر دواوينه أمرك يا رب من وحي المرأة وديوان عمر أبو ريشا وتميزت هذه المرحلة بأنه كان كثير التنقل بالمحاضرات بالأمسيات قدم فيها نتاجا شعريا ثريا جدا إذن يعني فينا نقول أن عمر أبو ريشا كان دبلوماسي ناجح لكن هل كان هو دبلوماسي بشعره كما كان ناجح أن يكون دبلوماسي بعمله هذا سؤال جميل الحقيقة أن عمر أبو ريشا كان صادقا وهذا الصدق تجلى في شخصه وتجلى في شعري والدبلوماسية التي تتحدثين عنها كان عمر أبو ريشا لا يحبها في الشعر كان يحبها أن تكون في حياته أن تكون في ممارساته السياسية لكن لا أن تكون في شعري أيها النسر هل أعود كما عدت أم السفح قد أمات شعوري هذه قصير مشهورة كأن عمر أبو ريشا يريد أن يتنصل من العمل السياسي أو الدبلوماسي هناك نظرية تقول بأن الفن هو تعبير عن الرغبة المكبوتة أو هو الحلم الذي يرسم فيه الشاعر أشياء لم تكن موجودة في واقعه هل كان عمر أبو ريشا دبلوماسيا في قصائده تعالوا نتأمل بعض مفرداته الشعرية أو بعض ما قال من أشعار يا شعب لا تشك الشقاء ولا تطل فيه نواحك لو لم تكن بيديك مجروحا لضمدنا جراحك أنت انتقيت رجال أمرك وارتقبت بهم صلاحك فإذا بهم يرخون فوق خسيس دنياهم وشاحك له في عليك أهكذا تطوي على ذل جناحك هذه القصيدة التي يعبر فيها عمر أبو ريشا عن ثورية شعرية وليس عن دبلوماسية شعرية لعلك تذكر معي أخي أيهم أنه قال يا رواب القدس يا مجل السنة يا رؤى عيسى على جفن النبي دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب هذا النمط الشعري الذي ذهب إليه عمر أبو ريشا ليس نمطا دبلوماسيا إنما هو نمط ثوري أراد به عمر أبو ريشا أن يكون الشخص الدبلوماسي لكن بصيغة شعرية فنية عبر فيها عن إرادة الجماهير عمر أبو ريشا وإن كان دبلوماسيا وعمل أكثر من عشرين سنة سفيرا سياسيا في شتى بقاع الدنيا لكنه ظل قريبا من قضايا الناس قضايا الجماهير عبر عن آلام هذا الشعب وكان قريبا كأنه هذا الوطن العربي الممتد من المحيط إلى الخليج ولا أنسى هنا أن عمر أبو ريشا كان سوريا لكن أمه كانت فلسطينية ومن وصول مغاربية وزوجته كانت لبنانية عمر أبو ريشا كان يرى في نفسه أنه يمثل هذا التراث العرب الكبير وكان إلى جانب كونه سفيرا في السياسة سفيرا في الشعر أيضا دعنا نختم سريعا أستاذ حسين الحب والمرأة في أشعار عمر أبو ريشا وخاصة نورما الفتاة الإنجليزية وكيف أثرت على مسيرته عمر أبو ريشا مع المرأة مختلف عن أي شاعر آخر مع المرأة المرأة في عالم عمر أبو ريشا لها قيمة ليست قيمة نمطية إنما تأخذ عمر أبو ريشا إلى عالم الحياة وإلى عالم التسامي هو في علاقته مع المرأة يتحدث عن المرأة الأم وعن المرأة الأخت وعن المرأة المحبوبة كيف عشنا غرباء في الحماة كيف قطعنا الليالي نومة كم تلاقينا وما بحت ولا بحتي واخترنا على الجرح الضمى ومضى كل إلى ملعبه يخنق الشوق ويخفي الألم موعد كان على الأرض لنا وأتيناه ولكن بعدما حدثيني عن سنة الفجر الذي طاف بالطيب وزق البرعما حدثيني عن أمانينا التي تزحم الأفق وتغزو الأنجما أين نمضي وصدى أغلالنا يجرح السم ويثني القدم رب طيف عاتب نعرفه جال في أحداقنا مستفهمة عمر أبو ريشا يتعامل مع المرأة هذا التعامل الذي يوقره فيها لكنه ظل محافظا في تعامله مع المرأة على صورة الكبرية التي تحدثت عنها تشكرك لأنه انتهى وقتبرنا للأسف كثير مستمتعين بهذه الفقرة الثقافية من الشكرك تتمعنا الباحث في الأدب العربي إحسان الجنيد شكرا 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 لكل اللي شافونا اليوم لهم بتخلص فقرا أكيد فيكم تواصل معنا عبر موقعنا على أنترنت سيريا دوت تيفي وعلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وأيضا أنستجرام أدرونا بكرة بذات التوقيت إلى اللقاء شكرا